نبقى الله ودود يعني محب لكم عطوف ولذلك في الحديث القدسي الذي جعل الله فيه منهج عباده المؤمنين يقول الله عز وجل يا ابن آدم لا تخافن منزي سلطان ما دام سلطاني باكيا وسلطاني لا ينفد أبدا يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائني ملآلة وخزائني لا تنفد أبدا يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك تتعب بقلبك وتنشغل به انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل الجوارح تعمل والقلوب تتوكل خلقتك للعبادة فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب فو عزتي وجلال إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدلك وكنت عندي محمودة وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فو عزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك يا ابن آدم لا تسألني رزق غد كما لم أطلب منك عمل غد يا ابن آدم أنا لك محب أهي دي بتعودت بها أنا لك فبحقي عليك كلي محبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاملين اي يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال أحلى وأغلى متابعين من داخل مصر ومن خلق مصر صباحكم ورد وفل وياسمين معطر بذكر الرحمن والسلام علي رسول الله على أفضل السلام والسلام اللهم صلي وسلم وزد وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما شاء الله كان وما نرشأ لكم نوم أتوفيق إلا بالله ثم بكم يا أحلى وأغلى متابعين يلا بقى كده تحطوا لك للفيديو واشتراك في القناة أول ما يدخل عندي كده القناة يساعدني ويشرفني إن هو يشترك في قناتي عشان تكبر بفضل الله ثم بيكم كلمة اشتراك تحت الفيديو بالنور الأحمر هتضغطوا على كلمة اشتراك وبعد كده يزر علامة جرس وبعد كده كلمة الكل وكده تكونوا مشتركين عندي في القناة وتطلقوا جميع الإشارات عشان بإذن الله مستمرين إلى أن يوفقنا رب العالمين طبعا كده روتين تشجيع النهاردة يعني هنظف كده مع بعض البيت وكمان عند الطيور ومنظفات بقى كده للملابس والبلوات برضو وهنعمل برضو غادر العمال يعني فيديو مليان كده إن شاء الله يا ربي يعجبكم وتمنى كده بقى تحطوا اللايك عشان يعني زي ما تركوا التصوير لوحده متعب جدا جدا غير كمان زي ما انتم شايفين كده كان حاجات كتير أول عاملها في الفيديو يلا بقى كده عشان نشوف بقى كده نبدأ بسم الله ونتوكل على الله طبعا أول حاجة كده زي ما شفته في أول فيديو كنت جايبة منظفات وبعد كده عبتها كده الأول في الأزايز عشان وبعد كده روحت بقى عملت دورة في الغسال الأول حاجة كده بدأت بيها الأول وبعد كده نزلت بقى للطيور زي ما تركوا لازم أول حاجة نبدأ بالغسيل والطيور دي كده أول حاجة قبل بقى كده ما تبدأ في شغل البيت عشان طبعا يبقى كده عملت الحاجة هي ترتاح بقى كده من نهل غسيل عشان زي ما تركوا الحقيقة انشف كده وتنشريه. وبعد كده الطيور طبعا عشان ما نفعش احنا نتأخر عليه. بعد كده بقى تلعت قبل ما ابدأ في شغل البيت بقى قلت اعمل كده سندودش الاول. وكانت عاملة بقى العصير. قلت صبت كده كبات عصير. وعملت سندودش جبنة كده وحطت فيه بيد وسلطة. وده كان كده كان في طوري. دخلت بقى كده على المطبخ عشان بقى اعمل اكل العمال. انفار يعني. اه برضو اكل لنا فعملنا كده بقى اكلة سمك كده جميلة. وان شاء الله تعجبكم. يلا بقى كده اذكروا الله وصلوا على سيدة محمد عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا جيبتوا كده الاول حطتوا على صنية عشان هنضفوا كده الاول على الناشف خالص بعد عن المية. عشان بقى كده قلم الشوك دوت. الشوك دوت طبعا نضفه على الحوض. يعني اللازم اما في مصفة اما زي ما انت شايفة كده التنظيف ده. عشان طبعا الحاجات ديت بتكتم الحوض وبتخلي بقى كده الحوض يبقى مزدود معيك. طبعا جميلة شايفين كده لوقت المطبخ الاول وكنت غسلة بقى الموعين. وبعد كده قلت بقى هنضف بقى عشان نعمل اكل العمال. يلا بقى كده وطبعا زي ما شفته يعني لازم ان احنا نهتم باكل العمال جدا عشان ده يعني اكرام الضيف واجب يعني ما معناها كبير جدا جدا اللي عايز يفهم المعنى. المعنى ان انت تراضيه من كله. تراضيه من فلوس. تراضيه من اه من طعام. تراضيه من كلام. في كل حاجة يعني مش المعنى بس اللي هو الفلوس بس وخلاص ما انت ممكن تتدي له فلوس وفعلا قبل ان يجي في عركه بس ما يكونش مرتاح عندك ويحس ان هو اه مش مرتاح كده في الشغل اللي هو عندك. لكن معناها ان هو الواحد يراضي العمال او الاجير اللي هو شغل عندك. ده معنى الحديث بقى يعني معناه من كله من احنا نراضي الاجير اللي هو شغل عندك. طبعا يعني اه اه اتبريك كده ان هو يعني لازم ان انت من كله تكون فيه اكل وفيه المعاملة وفيه الفلوس وفي كل حاجة عشان طبعا اللي بيراضي الناس وبيكرم الناس ربنا بكرمه. طبعا هنا بعد ما نظفت بقى كده الشوك كده على الناشف الاول لابميته بقى كده الاول ده في كيس كده الاول عشان يعني البطن السمكة بقى دوت هاخده بقى كده يبقى للفريخ لكن الشوك اللي هو الخشن دوت هرمي في الزبال. فقلت بقى كده انا اضفه على فترات كده ومراحل الاول. يعني اول حاجة شلت الشوك كده هرميه وبعد كده البطن بقى كده وبقى طري فبينفع بقى للطيور آآ هاسيبه بقى كده ونشوف هنعمل ايه. بعد كده بقى خطه على الحوض اهوت بقى هعمل واحدة واحدة اهوت بفرشة السنك بقى ديت او فرشة بقى بتبقى الحاجات كتير يعني تحت المية بقى كده وعلى مصفة برضو اهوت وهنضفه بقى وخليه زي الفل. هلا بقى كده الوصل معي لحد هنا اتمنى تحطوا اللايك للفيديو عشان الفيديو تنشر لأكبر عدد من الناس. خلاص بقى كده خلصت السمك اهوت ونضفته هنضف بقى برضو اي حاجة تكون في الحوض عشان اركن بقى كده السمك يبقى على نظافة ونشوف هنعمل اي تاني. طبعا اخسلته كم مرة يعني من الحوء من المصفة للعلبة اللي استلس ديت يعني من هنا الهنا كل شوية اخسل فيه وزي ما انتم شايفين كده على مية جارية عشان ما يبقاش فيه اي راحة الزفورة ولا يكون فيه اي حاجة خالص وخليت بقى كده من جوة بطنه زي الفل وزي ما انتم شايفين كده. يا زي ما انتم تجد لازم تعملوا الحاجة كده تكون بنفس لاي حد يكون عندك يعني زي ما اقولوا كده لقيني ولا تغديني اهم حاجة المقابلة مش الواحد يحط للناس ممكن تحطي للناس اكل وما يكونش مرتاحين ممكن تدل الاجر فلوش وما يكونش مرتاح عندك. المعنى ان هو اهم حاجة الواحد كده يعني يريح الناس اللي قدامه بالكلمة الحلوة والابتسامة والمقابلة الحسنة دي اهم حاجة عشان يبقى كده الاجر مرتاح عندك في بيتك او لو هو شغال عندك او شغال برة يبقى كده مرتاح ما يكونش بالفلوش دايما بنقول ولا بالاكل اهم حاجة المعنى وبعد كده بقى الحاجات التاني. ولما يكون يعني جاي عندك ما تعرفش كده ان لما تقابلي كده وتكرميه ايه اللي بحصل عندك في بيتك ولا ايه اللي ربنا كده بيشيل عنك هم وازى كبير جدا اه لما كده تكرمي ضيوفك وتكرمي اي حد يكون جاي لك ربنا بيكرم الناس وكمان بيشيل عنك يكون اه ازى واي حاجة تكون في البيت بيشيل عنك حسد بيشيل عنك حاجات كتير احنا ما بنبقاش شايفينها ولا عارفينها فلما تكرمي ضيوفك تكرمي الناس ده كله طبعا بيشيل الازى عنك ربنا يا رب كده يكرمنا ويساعدنا ويشيل اي ازى يربع عننا وعنكم يا رب العالمين طبعا كده بعد ما خلصت بقى كده السمك وحنقعته بقى كده في المية ولمون وملح وديق خشن اه ملح خشن وكمان دقيق هاخسل بقى كده الحوض وصبن زي بقى تكون عاملة المطبخ وغسل كده الموعين ومصبنا المطبخ قبل ما يعني ما مبدأ في السمك كنت مخلصا للموعين الاول ومخلصا للمطبخ قلت بقى كده اهف على النظاف هصبن برضو الحوض وبعد كده بقى هنعمل تدبلت السمك معي هنا فلفل ومعي بقى كده طماطميتين وعلى الخلاط كده بقى فرمهم الاول فلفل بالطماطم وبعد كده بقى زي ما انتم شايفين كده في الكب بقى هي بعد كده بقى حط عليها التوم ده بقى عاملة معاكم فرزا معاكم في الفريزر وحطوه كده في برطمانات فلفريزر وهنا حطت بقى كده ملح وفلفل اسود درشة بسيطة من فلفل اسود وكمون وكسبرة وده كده تدبلت السمك وهم حاجة بقى اللمون وعشتري بقى كده لمون وقدي معلقتين خل ما انكترش الخلي عشان ما ياريش السمك حطت بس كده معناقتين بسيطة خالص عشان يدي برضو آآ طعم كده للسمك وكمان بيشيل اي ده فرط كبون في السمك ده كده الخلطة او التدبلة اللي هتابل بها السمك في بطن السمك بقى كده من جوه وقادي ما عملتش فتحة ولا حاجة وكان السمك جميل جدا آآ وقادي بقى كده عشان يتشرب بقى كده من التدبلة زي ما انتم شايفين كده طبعا عملت معاكم انواع كتير من اسماك يعني عملت البوري وعملت جنباري وعملت آآ سمك الماكرل وعملت انواع كتير من السمك هسيبه بقى كده في التدبلة بقى كده هدخله بقى التلاجة عشان طبعا كنت عاملا بدري هدخله التلاجة وبعد كده هنشوف بقى نكمل يومنا مع بعض ازاي بصبر بقى كده الرخامة ما كان ما كنت بعمل زي ما قلت لكم من الضفة المطبخ وغسل الموعين هي بس الرخامة كده ما كان السمك هصبنها طبعا ونفوطة كده كم مرة هتحت الحنفية هشيل طبعا الحاجات دي كلها وبعد كده هنشوف هنعمل ايه قلت بقى لما السمك كده يتملح بقى كده وياخد وقت عشان طبعا اهم حاجة يبقى طعمه حلو لازم يتملح وقت كافي فهسبت بقى في التلاجة هسيبه ساعتين في التلاجة قبل مبدأ طلعت بقى كده على الصالة عشان نضف الصالة مع بعض هشيل بقى كده الزي ما انتم شايفين كده السجاد والمخديات وكل حاجة هشيلها عشان نعمل مع بعض آآ ونروأ كده الصالة ندي بقى كده لوتين تحفيزي طبعا كده نضفت برضو بقى البلكونة والسلك وكل حاجة طبعا دخلنا عشتها عشان الشمس بقى تدخل البيت لازم ان احنا نضف السلك دوت والعشباك واللي على بواب البلكونة لازم ان احنا ننضف السلك ده كويس جدا عشان ده اللي بدخل الشمس ما يكونش بقى على التراب والتراب بقى يعمل عازل آآ اول آآ ياما كده في طبقة عن كبوت على السلك تعمل عازل بين الشمس ما تخشش البيه طبعا كده بقى جبت الكوروكس الوان ودوني والبلواط بقى كده زي ما انتم شايفين بقى كده اخسل البلواط عشان يبقى كده معنا يبقى ريحت وحلوة كده البلواط وكمان الكوروكس بقى بينظف لو في اي بوع عندك في البلواط ولا حيان تحت برضو كده الترابيزة بقى عمل زي ما انتم شايفين كده دخلنا بقى كده على فرشة على نظافة آآ وطبعا في الشتة ببقى بنشيل بقى يعني مش ببقى زي السيف فهلجب بقى كده ان احنا بنظف كده ونزوّق البيت قبل دخول الشتة وقبل المدارس هجيب بقى كده المساحة ولما بقى ده كله بدخله على الحمام يعني بعد ما عملتوا بالفرشة كده بدخله بقى كده على الحمام جبت بقى كده هنا الشرشوبة وهنا الشف بقى كده اللي انا عملتوا ده كله وبالشرشوبة بقى كده وهنا الشف بقى كده على نظافة زي ما قلتلكوا يعني الكسل كده يعني اوما نصحة من نوم ندعي كده الدعاء عشان ربنا كده نستعيز بالله من الكسل واي حاجة عشان لو في اي طاقة سلبية ده كله بالدعاء والاستغفار وذكر الله وصلاة الرسول اللي عليه الصلاة والسلام ده كله بيروح مع الحاجات ديت ومع الادعية ومع آآ يكون كده ان احنا مستمرين على اصكار الصباح طبعا هنا بقى كده مشغلنا المروحة وهينشف بقى كده البلوات وبعد كده هنفرش على طول طبعا بقى جبتك فرشة للركنة عشان آآ نفرشها بقى زي ما قلتوك المروحة شغالة والبلوات هينشف عشان افرش بقى كده السجادة على طوب طبعا خدت السجادة نفطها كده في الشمس الاول وبعد كده هنفرشها بقى مع بعض يعني لسه ما فرشتش البلوات تحاول تفرش عشان الايام ديت احنا في الخريف والايام ديت وبقى كده الجو يكون يعني برد شوية عشان آآ نحمي بقى كده نفسنا ونحمي اولادنا من البرد يعني آآ نكونوا كده مستعدين عشان ما نشغلش بقى المروحة يعني نخفض كده من السرعة المروحة واللي ما فرشتش بقى كده سجاد تفرش يعني تخلي بالك واللي مخفف بقى الهدوم يا لبك يعني ايه نخلي بالنا من الحاجات دي عشان دي بقى اللي بتجيب البرد بين الصيف وبين الشدى يبقى كده كوقوية احنا آآ يعني غير اللي احنا بقى معتادين عليه في الصيف يبقى كده ده بنعمل كده وقوية من البرد دخلت بقى كده المطبخ بعد ما خلصت بقى بره عشان بقى كده كان السمك التابل خلاص حطت بقى هنا كوب بيتين دقيق وعليهم معلقتين نشا رشت كمون رشت فلفل اسود وكمان كوركم وبرده رشت ملح ده كله كده على الديق بملح الديق وبرده هعمل السمك مع الرز دي مع السمك وحنا شاغلين كده طبعا في طبقة غويت كده او عميق حطت بقى كده دقيق علشان ما ينطرش كده معنا حوالينا وحنا شاغلين يعني ممكن تعمل ديق ده يكون في كيسة عندك كياس مطبخ كده كياس نايلو النظيفة ممكن تحطي فيها ديق وممكن تحطي في طبق كده يكون عميق شوية عشان ما نبعدلش حاولنا وحنا شاغلين في المطبخ قلت بقى كده احمل وقادي برضو البصل اهيت عشان نعمل الرز الصيادية اعملوا بقى كده ان شاء الله بتريقها حلوة يعجبكم خدت بقى كده معلقة من التدبيلة بتاعت السمك وحطتها مع البصلة شوحتها وقادي المياهية نزلت عليها طبعا السمك كده واحنا بنشيل السمكة نصفيها من عند الراس لان ببقى الزيت متجمع كده آآ فبنصفي السمكة من عند الراس بينزل يعني كمية اكبر لما تكون السمكة متشربة الزيت يعني لو السمك متشرب زيت بينزل اكبر كمية من عند الراس لكن من تحت كده بدأ بتبقى مزدودة فمش هينزل الزيت منك طبعا عنادي المطبخ كده وبرضو آآ حطت عليها السمك طبعا كل بين آآ قلية سمك والتانية بالمصفة كده وبصفي بشيل بقى لاي حاجة بتقع في الزيت عشان ده كده بتخلي الزيت يغمق معك وطبعا كنت برضو حتى آآ اشرتين من اللمون اللي كنت عصرهم على السمك ده باتخلي ما بتخليش رحة الزفورة في الزيت يعني لو انت بتعمري كده كده الزيت سمك حط بقى كده معها اللمون عشان يشيل اي راحة زافرة تكون في السمك. حطيت برضو هنا اه في المية السمك حطيت برضو آآ ملح وفلفل اسود وكمون وكسبرة وآآ رشة من الكركم ده كده بتخلي السمك بتاعك يكون آآ طعم حلو وشكله كمان جميع. هعمل برضو هنا آآ جبت هنا معلقة توم. وهشبحت بقى كده فيها الطماطم دي يعني كالطم مستبكة عندي. وحطت برضو هنا كمون وكسبرة والطم كده مع بعض. اي دي بقى الرش دي كان يستوى معي وهنا بقى يعني اول ما تجي تاكل على طول تحط بقى السمك اللي انت هتعمليه ده اسمه سمك صيد دي بنحط بقى كده في السلسة دي اللي انت هتستعمليه على طول تحطيه ساعة الاكل على طول وتشيليه. ما ينفعش تحطيه في السلسة ديه وتسبيط طبعا هيتهري خالص تبقى معاكي آآ ما يكونش سليم زي ما هو كده لكن يعمل على قد الاكل اللي انت هتاكليه هتحطيه في السلسة ديه وتشيله على طول. وقادي السمكة هو تورز طبعا بقى هنغرف بقى اكل العمال. آآ في اطباق بقى كده زي ما انتم شايفين وعملت السمك وكمان اسطلة تأهية. زي ما تقولك كده وانت بتحطي لازم ان انت تراعي كده الناس اللي شغالة عندك شغالين تعبنين آآ بقالهم فترة طويلة آآ بيبقى عطشانين يعني لازم ان احنا نراعي الحاجات ديت. ونحط كده اكلي يعني يكفيهم ما يكونش جعنين. مش نقول بس فلوس بس ياخدوا فلوس. لا مش بالفلوس. يعني زي ما لقيني ولا تغديني. اهم حاجة ان تتراضي الناس تراضي اي حد يكون داخل عندك بالمقابلة بالابتسامة بالمعاملة الحسنة. ده اهم حاجة علشان يبقى كده ده اكرام الضيف او اكرام الاجير اللي يشتغل عندي. في اطباق اهيات بغرف رجل واحده. والسمك هيكون مشترك يعني اه بين نفرين فما فيش مشكلة خالص. وادي السلطة بعبها برضو في في اطباق اهي او في العلب. هيبقى كل واحد آآ علبة وكمان طبق رجل والسمك هيبقى مشترك بين الفردين. ده كده خلاص بقى كنت غرفت بقى الاطباق اهيت وطلعتها في الصلاة واتغلفت كمان آآ بي الستيتش وبقى دي هوات زي ما انتم شايفين. وهنجيب كمان هعمل آآ عصير عشان برضو زي ما قلت لكم يبقى كده وجبة متكاملة من كله وربنا يا رب يكرمنا ويكرمكم يا رب جميع. ده هنا بوريكو اهيت الاطباق وبوريكو بعد بقى ما غرفته اهوت. وطلعت بقى كده الحاجة اهيت برة. زي ما قلت لكم برضو هنعمل عصير عشان يبقى كده مش نسين حاجة ولا فيها اي حاجة نسينها خالص. عملت برضو عصير منج اهوت كنت محضرها بس ما صورتش وانا بعمل معاكم. زي ما قلت لكم كان يعني آآ باخد وقت كتير جدا ومجهود وده بقى كان آآ اكلين اهوت برضو السمك بتاعنا هوت والبصل الاغضر والسلطة برضو. وده كان يومي معاكم يا رب كده يا فيديو النهاردة يكون عجبكم وختمت بقى يومي كانت بقى كده الهدوم نشفت وخدتها البلاكونة عشان آآ آآ انشرها. ده كده كان يومي معاكم النهاردة يا رب كده يكون عجبكم ويكون نان رضاكم فوديات بتاعجبكم. ويلا بقى كده لايك للفيديو واشتراك في القناة فضلا وليس امرا. فرعاية الله واستلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة